رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني أن العمل جار مع الحكومة الاتحادية لحل مسألة تصدير نفط إقليم كردستان بما يصب في مصلحة جميع الأطراف تمت مناقشة عدد من القضايا المهمة في المنطقة بما في ذلك العلاقات الثنائية بين تركيا والعراق وخاصة مع إقليم كردستان وكذلك مسألة كيفية تصدير نفط إقليم كردستان حتى يتم حل القضية مع الحكومة العراقية وفقا للحقوق الدستورية لإقليم كردستان بما يصب في مصلحة جميع الأطراف